ايه سي اتش بيقول لكم ابو نسب ممتاز جدا للنوم مش خسارة فيه التذكرة اللهي انا مشفق عليكم من الصدمة اللي حجلكم من المراجعة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة على فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ابو نسب احداث الفيلم بتدور عن دكتور علي طبيب الاطفال المسالم اللي بيستعد للزواج من داليا عشان يتفاجئ يوم فرحه بظهور حما والد داليا اللي كان يعتقد انه هو متوفي ولكن الحقيقة انه كان في السجن داود الشنش مجرم كبير وخارج بعفو من حكم معرفش كم واربعين سنة وطبعا مش عاجبه عريس بنته اللي يعتبر طاري يعني بمقييسه وبنشوف مع بعض لو الجوازة حتم ولو دا حيكون نهاية الصراع ما بين دكتور علي وداود فيا ترى ايه اللي حيحصل بصوا يا جماعة انا ما بحب الشغل محمد امام قوي واظن ان اخر كان مراجعة موضحين دا بشكل كافي نفس الكلام ينطبق على شغل رامي امام اللي يمكن ما بحبلوش الا بوحة وحسن ومرقص ماجد الكدواني كان من اختام الجودة في السينما المصرية واختياراته مؤخرا خلت الصورة دا تهتز ايمن وطار اللي يعتبر صديقي برضو ما بحبش اغلب شغله ياسمين صبري يعبا موجودة معنا في الفيلم القصة مكررة التريلر ما عجبتنيش فلما ادخل الفيلم ويعجبني يبقى ايه اللي حصل اني قبضت طبعا الموضوع المنتهي اقفل يا ابني الحلقة دي لا هو السؤال الحقيقي فعلا لما كل العوامل دا يتفحلتها دي ايه اللي دخلني الفيلم من الاساس الفيوز يا باشا لا المرة دي بتكلم بجد اخر كام حلقة دور 16 سواء هنا او علاماتش جامد ما عملوش كويس فمحتاج اشوف فيلم عربي يمكن يبقالو شوية شعبية فيجيب شوية مشاهدات من الاخر يا عم نزل لي يا عم انت وهو طاقم لايقات على الصراحة دي فانا كل اللي كنت بأماله في تجربة مشاهدة فيلم ابو نسب هي اني متعكننش قوي على نهايته وبعدين اتفاجئت ان الكوميديا جايبة معايا كوميديا يا جماعة شيء نسبي 100% من حق اي حد انه يستعجب ويقول ايه اللي دحكك انا شخصيا لما بشوف الناس بتضحك على حاجة ما دحكتنيش بتساءل هو ايه اللي دحكهم والسؤال ده هو نهاية الحوار هو مالوش اجابة بس انا ممكن احاول اجتهد في اني اوصف لكم ايه اللي عجبني في الفيلم اللي عجبني في الفيلم هو ان الاستعباط كان في حدود المعقول مش ان مفيش استعباط هو لازم يكون في استعباط هي دي الصفة الاساسية في الكوميديا المصرية مؤخرا اننا نلاقي كوميديا ذكية بتحترم المشاهد ده موضوع احنا يقاسنا منه بقالنا كم سنة مع بداية الفيلم النكة السريعة والتعليقات والردود بتاعت محمد امام كانت في محلها هالة فاخر شالت مشهد حلو في البداية حقيقة كانت موفقة دخول مجد الكدواني على خط الاحداث كذلك كان موفق وكان فيه شوية من بعيد من ريح الدورف لا تراجعه على استسلام اللي هي حتة انه بيمثل جد في عالمه هو رد فعل للكوميديا ما بيحاولش يقدم كوميديا خاصة به قضينا وقت مقبول في حتة الصراع بتاعت كونو مش عاوز الجوازة نفسها تتم وكان في حاجة انا متوقع انها موجودة في احداث الفيلم من التريلر كل املي بس هي انها تيجي بعد الاستراحة لان مع الوصول للاستراحة هقدر اقول اني شفت نص فيلم كويس الحاجة اللي انا كنت خايف منها واللي للأسف فعلا ايمن وطر بيعملها كتير في افلامه هي تطخيم نطاق الاحداث الكوميديا ان الحما يطلع ليه علاقة بمنظمة اجرامية كبيرة والموضوع يوسع مننا وللأبانة ده ما تمش بالصورة اللي انا كنت خايف منها حصل حدث طبيعة الاحداث اختلفت ولكن النطاق ما تسعش اكتر من اللازم وده شيء دفعني للانبساط والتفاؤل ايه يا جماعة ده انا كده ممكن احصل على فيلم كويس على بعضه ولكن فيه عنصر تاني مع كل اسف خذلني وهو زي ما قلت في البداية منصوب الاستعباط اللي ارتفع مع النص التاني في الفيلم لدرجة اعلى من اللازم هنا انا اقصد بالتحديد طبيعة شخصية الدكتور علي اللي جسدها محمد امامي طريق التعبيره عن الخوف عن القلق عن ما يعته امام المواجهات اللي بيتورط فيها فلتت منه شوية فلتت منه كتير الحقيقة عبد الرحمن جودة فكرة فيلم بيقول ابو نسب هو نفس افلام محمد امام فيلم لطيف مش اكتر لطيف مش اكتر هو لطيف بقى الاكتر دلوقتي بالنسبة لنا عبد الرحمن بس الفرق المرادي ان مش هو اللي بيعمل الاكشن دي ملحوظة في محلها تماما محمد امام المرادي بيعمل تحول ضد كل الامور اللي كنت بنتقدها العضلات والفورمة والحرص على الالعي في كل فيلم هو المرادي في حرص على الالعي برضو بس لتبيين قد ايه التغيرات اللي هو عملها من اجل هذا الدور المرادي هو متخلي عن عضلاته ومزود وزنه شوية عشان يتناسب مع الشخصية درجة اخلاص تستحق التحية الحقيقة وفعلا في مشاهد الاكشن مش هو صاحب البطولة هو دوره تقديم بعض الكوميديا من خلال مشاهد الاكشن التركيبات المعقدة في المشاهد اللي زي دي ما كانتش وحشة بس مش هي اللي دحكتني اللي دحكتني الحاجات الصغيرة العابرة يعني على سبيل المثال لا الحرق في مشهد كده هو قاعد على سلم وبعد كده في شخصية بتيجي فبيقع معها عملها حلو جدا نفسي مخرجين الكوميديا ياخد بالهم من الحاجات الصغيرة دي لان هي داية اللي بتجذب المشاهد للتجربة الكوميديا اللي انت بتحاول تقدمها في الاساس وحقيقي انتوا محتاجين تعاطف المشاهد معكم عشان يبتدي يستسيغ اللي انتوا بتقدموه زي ما بقول محمد امامي ونسب له الفضل بشكل كبير اوي في تميز النص الاول من الفيلم ولو البناء الكوميدي بتاعنا اختل بشكل واضح في النص التاني فهو مع كل اسف مسؤول برضو عندها حاجة تانية برضو معجبتنيش وبالتحديد في النص التاني من الاحداث هو الاعتماد على تكرار محرك في الاساس ما كانش بالقوة الكافية لأ ما كانش بالقوة الكافية دي احنا هنا قوي هو خيبان خطأ مستهتر بيقدم عليه دكتور علي مرتين وبدون اي داعي شوية اجتهاد شوية عناية كان ممكن نتجنب المشكلة دي بالكامل كمان مع الاسف الشخصيات المسندة بتاعتنا ما اضفتش كتير للكوميديا عندنا اعتماد كبير على محمد لطفي وكونوا بيتكلم فرنساوي ما كانش ابوخ حاجة في الدنيا بس ما كانش بيجيب ضحكة اوي المقابل بتاعه على الجانب التاني كان علاء مرسي مع الاسف كوميديا برضو ما كانش موافق اوي او يمكن ما كانش محظوظ بان اغلب المشاهد اللي اتحط فيها في واقع الامر كانت الاكثر تكرارا حشام ياسر بيقولكم ابو نسب فيلم مصري جديد جدا واحد بيحب واحدة وسبحان الله يطلع والدها اكبر مجرم في تاريخ البشرية حبكة ما شفتهاش غير في 30 فيلم قبل كده مع حق بصراحة بس ليه ده هو الحكم المطلق على الفيلم الاصالة في فكرة الحبكة بتاعتنا شيء جميل جدا واتمنى لو يتوفر بس المرة دي هي مجرد حبكة مكررة مش حبكة منقولة يمكن حتى الفيلم حاول يلعب علينا لعبة او اتنين بانه يحسسك بانك رايح على مشهب مكرر شفته في 100 فيلم قبل كده وبعدين يتلعب فيه بالشكل الكافي لدرجة انه ما يبقاش شبه القالب اللي انت قلقان منه على الاطلاق مشاهد الاكشن اور بنهاية الفيلم حقيقي كانت كويسة وفيها قدر معقول من المفاجآت وان كانت برضو عانت شوية من الاستعباط الزائد في تكسيد شخصية الدكتور علي وفي النهاية خالص عندنا مفاجأة برضو تطرح امكانية جزء تاني للفيلم حقيقي انا ما عنديش اي مانع اشوفه محمود عبدالغاني بيقول ابو نسب فانا مش فاكر اخر مرة اتحكت فيها في سينما كانت امتى لا وحسس ان الفيلم كان ممكن يقدم في الكوميديا زيادة كمان والاكشن اللي على غير المتوقع كان برضو معمول حلو فباختصار فيلم عائلي لطيف تخش وتستمتع مش خالي من المشاكل اكيد بس لطيف موافق تماما نقطة الفيلم العائلي داية مهمة هو مش عائلي بنسبة 100% في بعض التلمحات ولكن ارحم بكتير من افلام تانية وهو عموما على قد الاراء اللي استطلعتها في رأي محمود ورأيه هم الاقلية اغلبية الاراء اللي جات لي وكذلك الناس اللي كنت بتفرج معهم على الفيلم في السينما ما كانوش مبسوطين لو حضراتكم حاولتوا تدوا للفيلم فرصة بجد وما تبسطتوش فذا حقكم تماما لو مش شايفين ان فيه ما يكفي من الدوافع لانكم تفكروا تشوفوا الفيلم اصلا فبرضو دا حقكم تماما بس بلاش ناخد انطباع مسبق عن العناصر الكتير اللي ممكن تقلقنا من الفيلم ونتفرج بيها على الفيلم واحنا متأكدين ان انا لازم نطلع بتجربة سلبية كده انت مش بس بتظلم الفيلم انت كمان بتظلم نفسك ليه تعمل في نفسك كده اصلا او معلش نسيت اتكلم عن ياسمين صبري لأ انا انا نسيته بس مش حرج اتكلم عن ياسمين صبري تقييمي لفيلم ابو نسب هو 7 من 10 حقيقي شوية ضبط لايقاع الاستعباد بس في النص التاني وكنا ممكن نبقى امام تقييم يوديني في 60 دهية منقشة الحلقة عن موضوع انا حقيقي مهتم عرف رأيكم فيه اصالت فكرة حبكة الفيلم بتساوي قد ايه من قيمة الفيلم بالنسبة لكم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرسات انبهات عشان تجيركم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك و اكس معلش نسمع في حسطهاش اول فيسبوك و اكس و انستجرام و تيك توك وباي باي